هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح اعطيكم معلومات جدا مهمة عن طور الونلاين في لعبة Red Redemption 2 فيعني ما راح تطلع من هذا المقطع الا راح يكون عندك النظرة عامة عن ايش تتوقع من روكستار انها تضيف لك في لعبة RDR 2 اونلاين فيلا نخش في المقطع اول شي راح نتكلم عنه اللي هو موعد نزول الونلاين في لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا روكستار لحد الان غامضة في هذا الموضوع فقط قالت انه اللعبة راح تنزل في نوفمبر او شهر نوفمبر يعني في هذا الشهر الحالي اللي حنا فيه راح ينزل الونلاين لكن ما حددوا في اي وقت تحديدا او في اي يوم تحديدا راح ينزل الهو الونلاين واستنادا لما قامت به روكستار مع لعبة جي تي اي في جي تي اي في تختيم نزل اولا بعدها بسبوعين نزلت اللي هو جي تي اي اونلاين او طور الونلاين لعبة جي تي اي في فاذا روكستار راح تمشي بنفس الموال مع اللعبة Red Dead Redemption 2 فالمفروض ان يكون طور الونلاين ينزل في تاريخ تسعة نوفمبر او يوم الجمعة القادم لكن يعني روكستار ما تنزل لك اي شيء عبث كذا ترمي اكيد شيء عندهم يعني دارسين والدراسة وايضا انه يعني روكستار ما رح تنزل لك الطور بشكل رسمي الا بعد ما تنزل مجموعة من المعلومات الرسمية في موقعهم اللي هو روكستار نيوز واير او تنزل لك اللي هو تيريريال رسمي بعد تيريريال الرسمي رح يحددون لك متى رح ينزل الونلاين فبالنسبة للموعد النزول فقط اللي عرفناه من روكستار انه رح يكون في شهر نوفمبر الحالي طبعا ركز معايا في المعلومة الجاية اول معلومة عرفناها عن طور الونلاين انه رح يكون زي الطور التعاوني يضم مجموعة من اللاعبين او مجموعة من الاشخاص الونلاينين ويحطهم في ماب السنجل بلاير وهم يكتشفون الماب ويحللونه عرفت كيف؟ يعني رح ياخذك انت والشخص المعين وصالح ومحمد وخالد وفيصل ياخذهم كلهم يحطهم في ماب السنجل بلاير او ماب التختيم وهم يكتشفونه ويحللونه مثلا يروحون الاماكن المخفية يروحون عند مثلا كهف الشيطان يعني يروحون يحللون الماب مع بعض ويتونسون مع بعض طور تعاوني او طور بي في اي وايضا مو فقط انك رح يحطونك في الماب وانت تستكشفه لا في مجموعة من المهمات الكثيرة اللي ممكن تعديها مع اصحابك يعني ممكن تحصل شخص معين تكلم هذا الشخص المعين تتبادلون الحديث تدور بينكم محادثات نقاشات وهو مثلا رح يعطيكم اللي هو مهمة معينة وتروحون تسووها مع بعض عرفتوا كيف؟ يعني صراحة رح يكون شيء ممتع بالنسبة لاشخاص اللي يحبون يلعبون مع بعض مثلا كل اربع يخشون ماب يستكشفونه وكذا وايضا كمان روكستار ترى ما حددت كم عدد اللاعبين اللي ممكن يخشون هذا الطور التعاوني أو طور الاستكشاف وايضا روكستار قالت انه ممكن تلعب هذا الطور اللي حالك طبعا كثير من الاشخاص في لعبة جي تي اي في كانوا ما يحبون يخشون الهوة اونلاين مع ناس فقط يحبون الهوة يلعبون لحالهم يسوون المهمات لحالهم فروكستار هذه المرة راعوا مشاعرهم وقالوا انه هذا الطور يمديك تخشوا لحالك وتستكشفوا لحالك وتحل المهمات لحالك معلومة جدا مهمة لازم تعرفها عن طور الاونلاين روكستار قالت انه لعبة ردد ردمشن 2 وطور الاونلاين من لعبة ردد رح يكونون مختلفين عن بعض ومنفصلين ايضا عن بعض يعني كل واحد رح يكون لحاله وايضا قالت عن التحديثات انه اذا نزل تحديث لتختيم لعبة ردد ردمشن 2 رح ينزلوا لحاله واذا نزل تحديث لعبة ردد اونلاين رح ينزل لحاله يعني تحديث كل طور راح يكون لحاله يعني منفصلين عن بعض بشكل كامل وكل طور له تحديثات الخاصة ومختلف كل تحديث عن الثاني ايضا روكستار قالت ان لعبة ردد اونلاين راح تواكب الفترة اللي هي فيها وضح لي اكثر ما فهمت يعني روكستار ما راح تنزل اشياء ما تواكب الفترة او انه ما تناسب الفترة اللي نزلت فيها اللعبة وضح لي اكثر ما فهمت يعني بالزوبزوبة كذا انه روكستار ما راح تنزل اشياء يعني مثلا ما راح تنزل حصان يطير ولا حصان يطلق صواريخ او حصان لابس جيت باك او حصان مع ار بي جي يعني راح تواكب الفترة يعني راح يكون كل شي طبيعي وكل شي يناسب الفترة الزمنية للعبة ردد رديمشن 2 اللي هي الثمانينات اللي هو 1800 وحاجة عرفت؟ يعني راح تواكب ما راح ينزلوا لك شي طير ولا شي يسبح ولا يغوص ولا حاجة لعل احد اهم الاشياء اللي خلت اللعبة جي تي اي يعني ابو كلب والناس تسحب عليها هذه الاشياء نزلوا لك مثلا الدباب اللي طير السيارة اللي تطير شسمه دباب يطفو نزلوا الاشياء مرة قوية وما تناسب فترة جي تي اي اللي هو النسخة الحديثة حتى لانه 2014 مثلا ما كان فيه دبابات طير وزي كذا عرفت؟ فبالمختصر المفيد ان روكستار قالت انه لعبة رديد رديمشن 2 او رديد اونلاين راح تواكب الفترة يعني ما راح يكون فيه اشياء خيالية يعني ما في تبع بطير او سيارة الطير هذه صراحة افضل شيء جريته في النوز واير حق روكستار ايضا اللي جاء في النوز واير روكستار قالت انها تتعلمت من تحديثاتهم او ديالسي لعبة جي تي اي في او جي تي اي اونلاين يعني لعبة رديد رديمشن 2 ما راح ينزلون ديالسي او تحديث لطرع الاونلاين الا بعد ما يتأكدون انه اسطوري ويناسب كل المعجبين او عجب كل الاشخاص اللي لعبون لعبة ار دي ار اونلاين طبعا كلنا نعرف انه في لعبة جي تي اي في روكستار نزلت تحديثات غبية جدا وما عجبت حتى نقدر نقول توصل لستين في المية من لاعبين جران ذيك الفترة ما عجبتهم التحديثات اللي نزلوها فروكستار في هذه النقطة قالت انه تعلمنا من تحديثات ديالسي جران وما رح ننزل شيء الا يكون اسطوري ويعجب جميع الاشخاص يعني بمنظور اخر انه روكستار رح تاخذ اراء اللاعبين في التحديثات القادمة للعبة ار دي ار تو ايضا قالت انه التحديثات ما رح تطول زي جراند ورح تكون بشكل اسرع طبعا في لعبة جراند كانت التحديثات تقريبا كل اربعة خمسة شهور ينزلو لنا تحديث جديد لكن في لعبة ردد ريدمشن 2 اونلاين رح ينزلوه بشكل اسرع يعني شهر شهرين شهرين ونصب الكثير ينزلو لك تحديث جديد عشان ما يملون الاشخاص من لعبة ار دي ار اونلاين واحد من اهم النقاط اللي ذكرها نيوز واير اللي هو في ردد اونلاين رح يكون في نظام زي نظام الشرف في لعبة ردد ريدمشن التختيم في لعبة التختيم يعني انك تكون يعني انك شخصيتك تكون شريفة او انها العكس يعني انك تقتل الناس او تساعدهم زي دي شرف تقتلهم يقل الشرف في لعبة ار دي ار اونلاين رح يكون في نفس النظام لكن رح يكون تحت مسمى الاخلاق يعني اذا مسكت شخص وقتلته رح يقل الاخلاق معاك واذا ساعدته او خليته يروح بعد ما تاخذ الشي حقك او الشي اللي تبغى منه تخلي يروح رح يزيد معاك الاخلاق فراح يكون هذا النظام موجود في لعبة ار دي ار اونلاين طبعا عندي ملاحظة بسيطة لو تسمحوا لي يعني اقولها الملاحظة هي انه اتمنى من روكستار ما تنزل اي شي او ما تنزل اي غرض الا يكون متساوي او بالنس يعني ما يكون مرة قوي ومرة ما يكون ضعيف يعني يكون متساوي او في النص اضرب لكم مثال عشان تفهمون اكثر مثلا اللي هو الحبل في لعبة ردد ريدمشن تو التختيم الحبل اللي تمسك بيه الاعداء لما تمسك احد الاعداء وتكتفه وتربطه وتحطه على الحصان حقك خلاص هو ما يقدر يسوي اي حاجة وما يقدر يقاوم ولا يتحرك ولا اي حاجة صح ولا لا صح ولا لا ما يتحرك ولا حاجة يقعد كذا قاعد مستنيك لان ما توصله للمنطقة المعينة فتخيل في الاونلاين اذا واحد والله من الاونلاين الحقيقيين مسكك وكتفك وانت حطك فوق الحصان طبعا وانت باقي قاعد كذا مستني ايش يسوي لك فتمنى من ركس صار يعني انها تخلي الحبل بالنس او متساوي يعني مثلا اذا هو يقدر يمسكني اتمنى انهم انا اقدر افك يعني مثلا اضغط مجموعة من الازرار يفك اللي الحبل واقدر احاربه مرة ثانية عرفت كيف فتمنى انهم اي شي ينزلوه يخلوه متساوي او بالنس وما يخلوه مرة قوي وما يخلوه مرة ضعيف يعني اذا هو عنده فعل انا لازم يكون عندي ردة فعل اتمنى من ركس صار انها تسوي هذا الشي وغالبا انها راح تسوي اتمنى صراحة بالنسبة للشي اللي بعده راح يكون انشاء الشخصية طبعا حسب اخر التسريبات راح يكون انشاء الشخصية في لعبة رديد رديمشين تو راح يكون مشابه بنسبة كبيرة لانشاء الشخصية في لعبة جي تي اي في طبعا الطريقة في جي تي اي في كنت تختار انتل تختار شكل الوالد وتختار شكل الوالدة وانت راح تطلع بهذا الشكل المعين عرفتوا كيف ففي رديد راح يكون بنفس الوضع التقريب وايضا راح يكون عندك مجموعة من النقاط اللي ممكن تزيدها في طاقاتك او مهاراتك او السكيلز حقك على سبيل المثال انت شخص تحب الصيد يمديك تضيف النقاط حقك في اللي هو الصيد او الهنتر او الهنتينج واذا كنت شخص مثلا تحب الصيد او ترح تزيد النقاطك في الصيد واذا كنت شخص مثلا تحب تحب مثلا الدول او المحاربات او المبارزات زيد نقاطك في المبارزات واتمنى انهم ما يكون اختيار الشخصيات يكون زي RDR اونلاين الاول انه يكون تختار انت الشخصية جاهزة وشكلها جاهز تختارها انت وتخش اونلاين طيب وصلنا للمعلومة اللي توقع معظم الاشخاص خش المطة عشان يعرف عنها طيب اسمع العلم احد المواقع البريطانية اسمه اللي هو الترستد ريفيوز سرب مجموعة من المستندات المهمة جدا في لعبة ردد ردمشن 2 قبل ما تصدر بشكل رسمي تقريبا من ثلاثة شهور اربعة شهور خمسة شهور وهذا كذو مسرب كل المعلومات ومعلومات وتفاصيل جدا الدقيقة طبعا على سبيل المثال سرب انه راح يكون فيه اللي هو الفرست بيرسن شوتر او المنظور الاول وسرب تقريبا جميع الاحصنة وشر او شرب سرب جميع الحيوانات وانه راح يكون لك مخيم يعني سرب تفاصيل دقيقة جدا في لعبة ردد ردمشن 2 قبل ما تنزل باربعة شهور ستة شهور وانت طالع عرفتك كيف وسرب احد الاشياء المهمة اللي انت خاش عليها اللي هو سرب انه لعبة ردد ردمشن 2 او ردد اونلاين راح يكون فيها طور باتل رويل طبعا كلنا نعرف انه الشركات الكبيرة والعظيمة نزلوا كلهم باتل رويل نزلوا كود نزلت باتل رويل بنكهتها الخاصة باتل فيد راح تنزل باتل رويل بنكهتها الخاصة روكستار فكروا ليش ما ننزل باتل رويل بنكهتنا الخاصة ولمستنا الخاصة ففكر معايا اخوية تخيل باتل رويل بنظام الكابوي ونظام الفرود الماقنوم وكذا بالله ما راح تطلع فخمة اسطورية بل انها راح تطلع تقريبا ممكن ترى لو نزل باتل رويل هذا ونجح ممكن ترى يغطي على التختيم لانه صراحة راح يكون فيه تفاصيل حلوة واتمنى صراحة انهم ينزلون الباتل رويل الخاص بالعبة ردد رديمشن 2 طيب واحد راح يقول ذا حين صالح هذه فقط تسريبات ما لها اي علاقة من الصحة كثير من التسريبات تنزل ولكن انها ما تيجي مع اللعبة طيب اسمع روكستار قاضت هذا الموقع اللي سرى بهذه المستندات وكسبوا القضية تقريبا وكسبوا يعني اضطروا الموقع البريطاني انهم يدفعون تقريبا مليون وثلاثمية دولار امريكي دولار ينطح دولار ليش نتوقع انها صحيحة لان روكستار كانت جدا صارمة مع هذا الموقع بالذات لانه سرب شي جدا قوي وكانت محتفظة به فهذا الشخص جاء سربه فروكستار قاضته وكسبت القضية وكسبوا مليون وثلاثمية دولار تقريبا فموقع او موقف روكستار الصارم جدا خلت مجموعة من الاشخاص يتوقعون انه والله فعلا موجود طور البتر رويال واتمنى صراحة ان يكون البتر رويال موجود طبعا في معلومات جدا كثيرة عن طور الاونلاين لكن انا جبت لكم الاهم اذا كنتوا تبغون مقطع ثانية وجزء ثاني او ثالث اكتبولي في خانة التعليقات وانا ان شاء الله راح انزل عنها طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام اشتركوا في القناة